وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ابتلائه الذي ابتلاه الله به ذاك ابتلاه الله بالغنى فشكر وهذا ابتلاه بالفقر فصبر كل أدى العبودية التي تتعلق بنوع الابتلاء الذي يخصه قال ابن القيم رحمه الله سألت شيخ الإسلام بن تيمية عن هذه المسألة فقال أعظموهما أجرا أتقاهما لله الأتقى لله والأعظم أجرا قال قلت له فإن كانوا في التقوى سواء إن كانوا في التقوى سواء قال هم في الأجر سواء الغني الشاكر والفقير الصامر قال هم في الأجر سواء لأن هذه عبودية هذا لأن هذا ابتلاء وهذا وهذا ابتلاء هذا فهذا حقق العبودية المطلوبة فليس كما يظن أن المرء إذا وسع عليه في الدنيا هذا من علامات إكرام الله وحبه له وما يدري هذا المسكين قد تكون هذه الساعة الدنيوية استدراج مثل ما تقدم معنا في الحديث وفي الآية الكريمة ونستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر